والله اللي هي وجهة نظر بوضع في موضوع المنتخب دوت ودي حاجة مهمة بالنسبة لنا لان هي الوقتي واخدى الشوء الاعلامي اكتر منه ومن اي حاجة تالي طبعا الناس كتير تقول لك يعني انا كنت قاعد مع احمد عويس بارو فاكننا بنتكلم على موضوع المضايب الاجنابي ولا المضايب المحلي انا رقي دايما ان المضايب المحلي بالذات مع المنتخبات يكسب لما نيجي نشوف تجابة كودوفور في البطولة ديت هي كانت بدأ البطولة لعبة ثلاث مباريات واخدى نقطتين واللعيبة راحة البيت خلاص صوحوا خلاص طلعوا من البطولة راسمي واقالوا الموديل الفني بعد كده التعادل اللي حصل دوت تعموزنبيك دخلهم ووصلوا قبل النهائي هوت بمضايب الوطني المساعد مع المضايب فحيطة ان احنا ما عندناش مديل فني وطني يصلح كلام ده اللي قاله غير مسؤول لان المضايبين المصريين بتنجح في كل الدول لكن احنا عندنا مشكلة بسيطة جدا في ان احنا ما بنساندش المديل فني المصري بشكل جديد جدا زي ما الاساس اللي قبلها كان بيتكلم ليه ده نتيجة عقدة الخواجة ولا ده توجه عام يعني تلقائي عندنا والله انا شايف ده لو انت قاعد في قط اللبس مثلا ومضايب اجنابي والباب هبت جامد يقولك بص ده مضايب شخصيته قوية مع ان الهوى اللي قافل الباب يقولك بص المضايب الاجناب شخصيته قوية هو اللي بيرزع الباب ده بيبا شخصيته قوية ايوه بياخدوا الكلام كده لكن بتيجي المضايب المصري احنا اشتغلنا كتير في الخليج واشتغلنا كتير بروع وبقول لحضرتك المضايب الوطني بالذات مع المنتخبات الوطنية بيفق كتير جدا اولا لما بتيجي تتكلمي مع اللعيبة بالحس الوطني بتتكلمي احنا شعب عاطفي بطبعنا شعب يحب بلدنا يعني لما تيجي تقولي اي ازمة تلاقي الشعب كله يتكاتف في وقت معين ضد اي ازمة فبالتالي احنا شعب لما تيجي تشغالي اغنية وطنية في قط اللبس زي ما كان الكابتن حسن شحاطه بيعمل كده هو المضايب بتاع المنتخب 60% عامل نفسي واحنا محتاجين الروح دي جدا اختيار لعيبة المنتخب بتختار على اخر حالة وصلها للعيب غير اختيار الموديل الفني في القندية يعني انا ممكن اختاره كموديل الفني القندية لعيبة ممكن يكون بقى له مدة ما بيلعبش لكن لما جاء اختيارنا المنتخب باختياره على اخر موقف عليه اللعيب فبالتالي مهمة اختيار اللعيب بعدين هم موديل الفني بتاع المنتخب مش هو كل حاجة ومعه مدارب عام بيجيبوا مدارب عام معه شاطر معه مدارب احمال يكون شاطر معه مدارب تحليل يكونه شطار كل دول عامل مساعدة مش الموديل الفني ان الموديل الفني عندر ابن الشدادة بيعمل كل حاجة لا هو الوجهة لكن بقيت الاصطف اللي بيشتغل معاه بيساعد بشكل كبير جدا لما نيجي نتكلم مثلا على منتخب مصر مع كرش ونتكلم ان الحضر كان مدارب حراس ماما لما تيجي تشوف مش ابو جبل لعب مع الحضر وقعدنا من ثلاث مباريات بضعابات الجزاء والابو جبل كان مرتدق بفز الإيجادة ومكسر الدنيا اه لكن ما كانش في طب ايه الفرق مع ابو جبل هو ابو جبل ايه بالفرق لكن الفرق ان الحضر اشتغل بشكل كبير جدا على تحليل الاداء بتاع الفرقة التانية احنا بنيجي قبل المباراة واحنا بنحضر للمباراة انا كمدارب حراس ماما باقي اشوف احنا مثلا ضعابات الجزاء طرق لعب زي الموديل الفني طب ما هو كان هنا وكان هنا ايه برضو الاختلاف ما انا اقول لحضرتك اهو ضعابات الجزاء ليها طرق لعب انا ممكن نلعب اثنين واحد اثنين تلاتة اثنين اربعة واحد واحد اربعة ليها طرق لعب ضعابات الجزاء لما نوصل للخمس ضربات الكلام ده كان من مد بعد كده بدأ يخش الجانب الالماني كان عمل بحوث في المانيا ان الوضع التشريحي لللاعب اللي بيشوت الكرة دايما بيطلع ايده الاخانية في اتجاه نفس الزاوية واشتغلنا عليها شوية ونجحت ان انا اقدر اشتغل على اللعب اللي بيشوت وقدر اصد من خلال الكلام ده بعد كده بدأنا وحرس المرما بقى في الحالة دي بعينه على رجل اللعب اللي حيكوك ولا على ايده على اليد على الوضع التشريح لان الوضع التشريح انت على اليد بيعمل التوازن وانا بشوت لو انت تيجي تجع ضعابات الجزاء كده هتلاقي ان دايما في اخر لقطة في تصويب ضعابة الجزاء بيطلع ايد اليد دي لو طلعت هنا يبقى كوها اتوح هنا لو طلعت ايده دي يبقى كوها اتوح في الزاوية دي اشتغلنا عليها شوية بس يبتبقى يعني فيها دائجة صعوبة عالية ان الحايز بيبدأ عنده سبات المفعالية المدة طويلة جدا ويكون كلهم في وجهية عنده عالية جدا جدا جدا